بعد نحو ستة أيام من القتال والحصار حول مطار الحديدة القوات المشتركة من الجيش والمقاومة تقتحم أسوار المطار ويحتوي المطار على قاعدة عسكرية جوية وبعض الألوية العسكرية ومنصة عروض مصادر عسكرية تحدثت عن مواجهات عنفة دارت داخل حرم المطار الدولي مؤكدة أن الاشتباكات التي ما تزال تشهدها عدة جهات تجري بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وخلال الأيام القليلة الماضية دفعت القوات المشتركة بتعزيزات عسكرية كبيرة استطعت من خلالها خوض معركة واسعة بمشاركة طيران التحالف العربي انتهت بالدخول إلى واحد من أهم المنشآت الحيوية في المحافظة حيث تسيطر عليه ميليشيات الحوثي منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات مع اندلاع معركة المطار اشتد القتال والقصف المتبادل بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي وقال سكان محليون داخل مدينة الحديدة أنهم يسمعون أصوات انفجارات عنفة للمرة الأولى خارطة المواجهات التي تركزت في المطار ومحيطه تتسع في اتجاه خط كيلو 16 خارج المدينة وهو الطريق الرابط بين محافظة الحديدة ومحافظتي تعز وصنعاء